حافظنا على الصج وحافظنا على الديهان عايزين نحافظ على المتعزين مساعدين مساعدين بقى الركانات والأحمال الزيادة الركانات اه مش المطبط ما انا هقولك بقى يا واحد واحد الركانة لما تركب مثلا حتة عالية وحتة قطية انت متأثر على مساعد وبيتسيب التاني ففي مساعد هيبقى محملة عليها العربية بالزيادة فده هيتأثر أسرع من البقين وانت عشان تغير مساعد وينفعش تغير واحد تغير اتنين جنب بعض ده طيب فدي حاجة لازم تركن ركنة متساوية يعني ما تبقاش ركنة على جاراج مثلا ركنة جاراج والعربية كده محملة على اللي قدام مثلا ونصايب اللي وراء فانت كده هتأثر على المساعد المطبط دي طبعا أساسي ان انت ما يعني تاخد المطب بالراحة رزعت المطب وحاجات دي ممكن في ثانية المساعد يضرب يضرب زيت انت مساعد واحد حسا مش قصة عفشة بس يعني هي هي هو المساعد في العفشة بس مش العفشة بس ده كويس ان انت يعرف العفشة لان فيه ناس بتطلق بط الا دي مني ليه لا 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 انت امان فالمساعد دايما تحافظ عليه في الطرق اللي هي المكسرة دي اللي هي اللي ندأت دي برضو تأثر عليه المطب ممكن في ثانية يجيب المساعدات في ثانية حتى لو عربية زيروا دي دي مشكلة فضيعة عشان تحافظ عليه بقى تبعد عن الحاجات دي خالص وتهتم بقى بالتربيت العفشة كل فترة وان انت تبص على كل حاجات من تحت العربية كل عشر تلاف كيلو كده نعم شكرا لكم شكرا لكم